موسيقى وشاهدينك كراب أهلا وسائلين بيكرا في حققتنا اليوم من برنامج شون رأيك؟ سيادة المشير خليفة بقسم حفتر القائد العام لقوات المصالحة العربية ليبيا كان في مداخلة هاتفية مع قناتنا الموقرة قناة ليبيا حدث وضمن هالمداخلة حكاها لي مجموعة من النقاط وكان أهم نقطة في هالنقاط هي انتفاضة شبابنا داخل عاصمة طرابلس والمطالبة الجماعية بخروج المشيات المسلحة ودخول القوات المسلحة إلى العاصمة كاميرتنا اليوم هننزل لشوارع المدينة ونقضر رأي المواطن في هالموضوع كما أنتم عارفين بأن قناة ليبيا حدث هي صوت المواطن شاهدين الكرام بيكم ومعاكم وباسم الله نبدو حقتنا من شنورايا أنا نأيد على هذه الخطرة ويجب الأخوتنا في طرابلس أن يقفوا موقف قوي يديروا مظاهرات وديروا مسيرات من أجل هذا الموقف تمناهم أن يتعروا اليوم قبل بكرة ما فيش مجاملات ما فيش ني خلاص كل شي واضح عند الشعب الليبي نحن كمواطنين عرفنا كل حاجة تمت كل حاجة واضحة قدائنا معاش حد مشوهم وضع السياسي داخل شفتوا هالي صار فيه 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 في الـ 12 عمارة الـ 12 وشفتوا أنه هاله ولكين صير داخل بنغازي من قبل هذا وكان قبل في بنغازي قم يعني نحن خلاص معاش مفروض يعني كل شي واضح يعني أخوتنا في طرابلس يرجب أنه يوقفوا مقف معا الأخ المشير الناس اللي ما زال ما طلعش طيب الشباب ما شاء الله عليهم انتفضوا في طرابلس وطالبوا بدخول قوات المسالحة وسيادة المشير قال إحنا بذل الله تعالى حننلبوا هالنداء الناس اللي ما زال ما طلعش والناس اللي خايفة والناس المترددة شون توصلهم أنت اليوم كان يسألك الموت وحدة ما تعيش شاكثر من عمرك احنا هنا طلعت الناس والله كان من موته في جندنا نحنا من بنينا نكون فيك والله جيراني ثلاثة انفار فينا ست الشارع ما فيش عسر مترو الموت وحدة والرب واحد ويجب أن نقفوا موقف يجب أن نقفوا في طرابلس يظهروا ما فيش ما ما يخافوش هالله لم يخافوش أي واحد عنده أنجندة خارجية ولا أجندة مصلحة ولا أجندة يبني بها مستقبله ويخلي الناس نخرى في ماضيعة كده يقاعدين لنا أربع سنوات حالة نواقفة حرامية سن توصل يوم رسالتك لسات المشيري خايفة بقاسم حفتر نتمنى للتوفيق وانتمنى للأخوة القوات المسلحة التوفيق وكل الليبيين الأحرار الصادقين اللي عندهم ضميروا يخافوا ربي أنهم يبنوا لبلاد نحنا ما عاش نضيعوا ساعة ولا دقيقة مفروض يجب أن نقف موقف واحد ونكونوا صادقين في موقفنا لأن هذا وطن الوطن مستهرة في البداية نشكر قناة الحدث دائماً صباقة ونشكر حضرتك الأستاذ ابن العصية أستاذ محمد شركس على هذه الاستضافة حقيقةً رأيي في كلمة المشير الخليفة بقاسم حفتر كانت دائماً دائماً هو في الموعد دائماً هو يريد الوطن يريد ليبيا للكل ليبيا للجميع لا شرق لا غارق ولا جنوب وحقيقةً نحن ثقتنا في الجيش ثقة كبيرة جداً وثقتنا في القيادة الحكيمة بأنها ستكون في الموعد وستكون إن شاء الله لها دور كبير جداً في تحرير العاصمة طرابلس وحتردة وتعود لأحضان الوطن الجديد إن شاء الله رسائتك لهم توجهها لكل خوتنا في طرابلس لهالأيام لنتفضوا الانتفاضة رائعة جداً من أجل المطالبة بقوات المسلحة شنو رسائتك لهم أو شنو توصيهم خوتنا في طرابلس والله يستمروا على الانتفاضة ضد هالميليشيات حقيقةً بالطريقة هذه ستمشوا على النهج العصية بانغازي لأن نحن كنا لدور كبير جداً في مساندة الجيش من خلال المظاهرات السلمية اللي حققت من خلالها ومبتغاها وهي تحرير العصية بانغازي وبالتالي أنا نرجو من أخواتنا في طرابلس أن يمشوا علي نفس الناهج وإن شاء الله سيكون الجيش في الموعد ويحقق لهم المبتغى اللي هم طلعين من هذه كلمة لسيد المشيخة في حفتر اليوم على كل مقدمة لمديد بنغازي وليبي بصفة عامة حقيقةً يخجل الواطن الليبي في أن يقول شكر للمشيخ الخنيفة بنغازي محفتر لأنه أعطى الكثير ولازال يعطيه فنحن مهما شكرناه لا نستطيع أن نوفي حقه لأنه هو فعلاً رمز لليبيا وهو المنقذ الحقيقي لليبيا بالكل فنصر الله أن يطول في عمره ودائماً يقعد حماء للوطن تحت قيادته وتحت توجيهاته وتحت تعليماته للجيش الليبي العربي نصر الله أنه من توفيق والنصر المستمر يا عرب والله هلنا فترة بس محتاجين مساعدة فعلاً والجيش الليبي يقده إن شاء الله شو تقول اليوم بس أنت مشير على هالخطوة الكبيرة اللي حيديرها داخل رابس حب نقول لرب ينسرك ورب عينك علي كل طاغي في البلاد بالنسبة للمداخرة طبعاً قايد عاموا هذي كلمتا ونحن عندنا ثقة في جيشنا يعني جيشنا مدعوم وناس مصبية مع القبائل منطقة الشرقية وصبتنا على الدنيا كلها ونشاء الله بإذن الله بإذن الله التحرير قريب والنصر قريب بإذن الله شو نقول اليوم الأخوتنا في طرابلس والله الناس اللي انتفضت والناس اللي ما انتفضت شو نتقول هذا وشو نتقول هذا الصبر ساعة وخلوكم مع جيشنا كما صبت المنطقة الشرقية مش بنغازي منطقة الشرقية بالكامل خلوكم مع جيشنا لأنه لو شعب ما صباش ما كانش الجيش الجيش بروح انتصر الشعب من هنا والجيش مع هنا سندوا بعضهم فات حرام هنا دعم كامل من قبائل والشعوب كاملة من هذا المطقة حتى الدعم خارجي لنا في ناس تأيد فينا في دول تأيد فينا تأيد في جيشنا لأنه ما فيش دولة بلا جيش ولا بلا شرطة بتقوم مناش من يوم قامت الساعة ضروري من جيش وشرطة ضرور أمن والأمان طبعا اللي سياتك اليوم اللي سياتك مشي خريب حفظ رش نقول ربي ينصرك يقويك على أعداك وعلى أعدا الوطن والله مداخل مناسب وجدت في وقتها وفعلا يعني نفس ما نفس ما قال المشير نكت عليها هنا كلامة نحنا معاه قلبا وقالبا كيف تقول اليوم نخوتك في طرابس والله هي يستمروا في الانتفاضة يستمروا في الحراك المدني اللي ما بدين بيه يستمروا في الحراك وإن شاء الله الجيش قادم وإن شاء الله تتحرر طرابس من الميليشيات ومن الناس المجذبية في بعض الناس من اللي طلعوا وخروا شوية من الشعب وخر خاف قالوا حيقتلونا حيقتلونا انت شن تقول اليوم اللي وخر قام مصر حوش ويسيب طرابس والله هي هتقول هلا هيك هنقوله بالعام نحنا لما تحرق صار الحراك هنا في في ساعة الكيش بحاطة اللي ما ضربوا بال ضربونا بال قد يضربوا في الساحة ما اوخرش انت مجيقاتنا نقام مزين الاخر حيتقدم لما يقرب الجيش هتقدم إن شاء الله وحتى تحرر طرابس ونتخلص من الميليشيات شو نتوصل اليوم اللي ساعة تخليصية المشير والله اني استمر على الدارة بظاهية وان شاء الله ينصر الله وينصر الجيش ووفقنا ووفق جميع إن شاء الله بالعالم انتمنى إن شاء الله دخول الجيش الوطني لطرابس الحبيبة بأقرب وقت لطرابس المتصبة انتمنى من المشير لركن خريفة بقسم حفتر يلبي نداء لقودنا في طرابس واحنا معاه ونخش اليوم قبل بكرة هو بذل الله تعالى وعد قالوا احنا بذل الله تعالى حنكونوا داخل طرابس انت بس احنا عارفين الجيش لما يخش بروحها هتكد في صعوبة شوية إلا لما يكون في داعم من الشعب شو نتوصلهم الرسالة لانتا اليوم احنا معاه هم قلبا وقالبا شو نتطلب منهم باش ان الجيش باش يشكروا هم عايشين في ابن وامان لان احنا نقابل عشتنا هالمرحلة هذي وجربنا فازعدنا مع الجيش هي جابة ناصر لبلادنا شو نتقول لبنت اللي اخوتنا في طرابس اخوتنا بذل الله بضروري تحركوا باش هم يتحركوا احنا نتحركوا معاه احنا احنا نفلول احنا تحركنا في بنغازي بنغازي حتيها كانت معتصبة تحركنا بفضل الله تعالى ثم بفضل جيش احنا نتحركوا معاه احنا نتحركوا معاه شو نتقول لليوم سيدة مشير خليف حفظة احنا معاك قلبا وقالبا والشعب كله معاك واحنا انت منوك باذن الواحد الى احد رئيس اللي بقى والله شو نقول لكلام اللي اللي قالها كلام سيدة لكن هنا في حاجة صارت جميع اللي وخروا في طرابلس اول يوم اللي فضل كان يوم وطلعوا كلهم وفرحنا بيهم ما شاء الله حتي لما شفنا منظر الساحة ويتعبت حتي العين رقل قات من طرابلس الحمدلله فرحنا وما شاء الله قلنا لكن مش يعرف كيف التوخير اللي وخر شتو انت كمواطن وعشت انت ايام اللي هنا شو نتقول لك كمواطن تو الناس اللي وخرت ننقله ما يوخر ولي وخر شو نقول له نقول له ننقل لك قدموا هذية وهضومة شو نقول لك هذومة يبيدمرونا والله يبيدمروا البلد بيلي خاف لك والله يتو يقتلوني بيوكنا بنغازي يعني شو نقول لك نحن ضحينا بشباب جيل كامل جيل كامل جيل تسعين هذا ضحينا بنا ونحن صادت عندنا حاجة تم كل ما يستشهد مننا شاب يخشوا غيرة أربعة تمت عندنا كيف شنو ونظام الغيرة في الوطنية زادت إن صاحبي مات على خاطر هالبلاد فهنا نطلع ناخد صار صاحبي وصار بلادنا فأنت اليوم بعد انتفاضتهم وتخيرتهم شوية لو قوينا معاهم العزم شوية هم يبونا نجوه غادي الحر وضرابس هم يبونا نجوه كل ما صبونا نحن موسيقى شهدين يا كرام بمأننا كلنا عمفين بأننا شباب هم اللي حيبنوا ليبيا بإذن الله تعالى وهم حاليا الموجودين داخل المحاور داخل الشبهات والعباب الكامل حيكون على عنصر الشباب اليوم حنرح ناخذ رأيي شبابنا داخل هالمدينة في مداخل المشيخ خليف حفتر ومطالبة أخوتنا في طرابلس بتقدم الجيش داخل العاصمة والله رأي سليم ورأي مزبوط والسيد المشير نحن معاه طبعا كيف محررنا بنغازي بالكامل وباقي المناطق المجاورة الشرقية والغربية أكيد بنعدي العروس بحرنا بنعدي طرابلس مدينتنا والمدينة اللي نفتروا نتخرو بيها وتعز علينا وحتى عربة ناس يعزوا علينا وناس يعني بجوها حيث مريفين على المشية حيث مريفين وريفنا علي أواج وريفنا علي كرنيشة وريفنا حتى على عربة وشباب أصحابنا غادي ورب إن شاء الله إن شاء الله يحفظها وإن شاء الله نحن عند كلمة المشير خليفة بقاسم حفتر ونحن إن شاء الله جايينها وعند وعد شباب لها وشعبها وجايينكم إن شاء الله وبإذن الله تحريرها عن قريب شبابنا داخل مريف بنغازي نحن نقول له في بداية انتفاضة عاملية الكرامة كل شبابنا نحن كل منطقة طلعت هي اللي حمات منطقتها لو نحن نذكره قبل نزول الجيش من رجمة كل منطقة هي تم تحمل منطقتها شو اللي ساتك توصلها اليوم لشبابنا داخل عاصمة طرابلس إن بنقول الشباب مدينة طرابلس حروس بحرنا إن كل واحد كل منطقة كل شباب من مناطق كل واحد يحمي منطقتها يطلعوا يد وحدة ويفزل بعضهم يد وحدة ويسكروا منطقتهم ما يخلوش ناس يخشوا عليهم يخشوا علي حواشينهم ويخشوا علي كل واحد سكر منطقتها وكل واحد اللي عندها سلاح يمسكها واللي عندها حديدة يمسكها ويسكروا منطقتهم يحافظونين يجيش يتقدم ويحمي بنيلة طرابلس عروس بحرنا وتحريرها بالكم بإذن الله رأي والله مشير خليفة حفتر إن شاء الله ربي يقوي وقوي جيشنا وقوي شرطتنا وإن شاء الله نبو الدنيا عمل وأمان وريبيا وحدة كنا يعني كما تقول شنو نحن نبو جيش وشرطة يعني خوارج ما خوارج والله أكبر نحن منتصرين وبنغازي منتصرة وإن شاء الله نعدوا طرابلس ونعدوا نية نحن ناس مدنية صاعة ما خاشي نحش لا شرطة لجيش لكن نحن نحبه الجيش وقدمنا شهداء والله أكبر هو الدعم يكون كاما نشوف نحن كل واحد يحارب بسلاحة نقوله كل واحد يحارب اللي قدر بيها الله يعني أنت حتى لو صبيت حميت منطقتك هذا بروح أنه هو جهاد في بلادنا في بعض الشباب حاليا في العاصمة المطرابس طلعوا تمام في مجموعة وخرات كيف ما نقوله خافوا قال لك لا والله يقتلوني يقتلوني يتوا مثلا يفجروني يعني الخوف في عند الإنسان شنو تقول انت لهالشباب انت عشرت عهد العملية داخل بنغازي وشوفت احنا الموت تحول من قلوبنا شوية تجربة اللي انت عشتها داخل بنغازي كل واحد فينا في شوية خوف تجربة اللي انت عشتها كيف توصل لهم الناس اللي خافوا حاليا نوخروا من هالانتفاضة والله يلحم بالناس اللي تخافوا ما تخافوا هاي يقولولهم هي الامر وحده يعني ما تخافش يعني من عدوك ما تخافش وانت راجل وما تخافش يعني بلادك هاي يصبّيلها يعني كيف ما تقول شنو هاي بلادنا وكنا عارفين بعضنا زي اللي بينا عارفين بعضنا يعني بلادنا يعني ينبو امن وامان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة